اشتركوا في القناة ومناسبة فوز سموه بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني والنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي قيمت خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين من فبراير الفين وثمانية عشر وأشهد عاهل البلاد المفدة في برقيته بدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهوده لإنجاح البطولة ومشاركته المشرفة فيها وتوفير سموه لكافة أسباب النجاح من خلال دعمه ورعايته للبطولة حيث شكلت متابعة سموه للجنة المنظمة والعليا وجميع اللجان العاملة حافزا قويا من أجل بذل العطاء في سبيل إخراج البطولة بحلة تنظيمية زاهية تتناسب مع سمعة المملكة الرياضية مؤكدا جلالته أن نجاح بطولة أقوى رجل بحريني يأتي كنعكاس لما تزخر به المملكة من طاقات وكفاءات شبابية متميزة قادرة على تنظيم مختلف الفعاليات والمحافل الرياضية بكفاءة وتنافسية عالية وبعث عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعا ببرقية تهنية إلى سعادة النقيب الشيخ عبدالله بن خليفة بن حمد آل خليفة رئيس نادي أرفاع الشرقي وذلك بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني في فئة الوزن المتوسط في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني وأشاد عاهل البلاد المفدى بما أبداه الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة من مستوى مشرف ولياقة عالية وأسرار على الفوز متمنيا جلالته له دوام التوفيق في المطولات والمحافل الرياضية القادمة كما بعث عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه ببرقية تهنية إلى المتسابق عماد حسين القفاص بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني في فئة الوزن الثقيل مشيدا جلالته بالمستوى المتميز الذي أبداه المتسابق متمنيا جلالته له دوام التوفيق في مشاركاته بالبطولات والمحافل الرياضية القادمة